طبعاً موضوع الهشاشة وموضوع الخشونة دول موضوعين منفصلين أنا هقدر أقولك أن موضوع الهشاشة ده بدايته إحنا سنك 43 سنة حالياً وجدنا أن الهشاشة يعني اللي هو ضعف أوهنا العظام ممكن يبدأ وعادةً بيبدأ من سن 45 في السيدات ويبدأ في سن 55 في الزجال ولكن نظراً لسوق التغذية ولسوق التعرض للشمس من الممكن أن يحصل فيه نقص فيتامين دي من مبكراً يعني ممكن واحد عنده حاجة وعشرين سنة وده بدأ منشوفها كتير جداً أنه في الهشينات بلاقي ناس عندها نقص كتير في فيتامين دي ويبدأ يشتكوا بألامه ويقوش عارفين سبب الألام إيه أنت عملت قياس فشاشة أنا هنصحك أن أنت تعملي تحليل مستوى فيتامين دي بالدم وتعملي تحليل مستوى الكالسيوم لأن الاتنين دولاً بيؤدوا إلى نقص طبعاً فيتامين دي بيؤدي إلى عدم امتصاص الكالسيوم وبالتالي بيؤدي إلى وهن العظم أو ضعف العظم أو هشاشة العظام وكمان موضوع الخشونة المفصلين ممكن يكون مرتبط الألم نتيجة الهشاشة وممكن يكون فيه خشونة أنا خشونة المفصل سأكلم معنا بالتفصيل